طيب انت لما كنت بتروح النادي الاهلي والكابتن عواضين شافك وقال لك انت هتبدأ في التصفيات 1 و 2 و 3 حد ما توصل للنادي انت وانت ماشي كده ما كنتش حاطت في الاعتبار انك هتلعب في النادي الاهلي ما كنتش خايف ان النادي الاهلي مثلا يمشيك او انت قلت لها بنا لازم اعمل ده طالما دخلت هنا يبقى لازم اطلع كل اللي عندي هو حلم كل لعدة كابتن طبعا ان هو يروح النادي الاهلي نعم طبعا لما جات الفرصة دي قلت لازم الواحد يتمسك بيها ويبذل قصرى جهده كويس والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله وكنت يعني مصمم ومراكز في فترة الاختبارات دي لو انا عارف انت ما بتركز فربنا كرمه وقال لي في الاخر بقيت في الفرق الاساسية طيب لما جاء قال لك يا علي انت هت معاك الاستمارة قال شاهدت الميلاد مستخرج وست صور نعم انت حسيت باي ساعت هو بقى حضرتك الواحد كان في الفترة دي كان في حلم زي اي لعيب يبقى للشارع ويروح النادي الاهلي فلما قال لي كده الحلم اذا بقى واقع نعم يعني خلاص بقى اتحقق الامنية بتاعتي وجات لي الفرصة كاملة صممت انت بقى خلاص بقى لما اداني السقة خلاص بقى ابتدت في الانطلاق بس هو حضرتك يا كابتن كان ماسك 16 سنة ساعتا ايوا ابتدت بينا فترة الاعداد وبعدين اتنقل 18 سنة حصل التغيير في تشكيل الاجهزة الاجهزة اتنقل 18 سنة سبب كابتن سايس اللي ارحمه هو اللي كابتن سايس نعم ومسك ومشيت برضو اساسي هل بقى وصك كابتن سايس ولا كابتن سايس هو اللي شافك وقال لك انت هتكمل كل مدرب بيبقى له رؤيته واسعاد فيه مدربين يوصوا على الناس اللي كانوا اللي هو شايف فيهم حاجة كويسة ممكن يوص المدرب اللي هو بعديه ممكن طبعا بس المدرب اللي بعديه دي بتبقى نصيحة طبعا وانت ولا المسئولية بعد كابتن عواضين وانت لعبت كابتن عواضين مسك 18 سنة نعم وانت كنت في 16 سنة نعم وانت بتلعب اسناق 16 سنة طبعا كنت بتحقق بطولات نعم وانا برضو بقول لسادة المشاهدين ان النادي الاهلي لما بييجي بيبدأ الناشئ معاه صغير يقول له انا ما عنديش مركز تاني ولا تالت ويمكن ان الدكتور علي هو اللي يقولي الكلام ده كله النادي الاهلي متعود كل الناشئين بتوعه ان يلعب على مركز اول مفيش تاني ولا تالت التاني زي الاخير ولا ايه يا دكتور علي نعم بدلل ان التاني مالوش مكافئات عندنا يعني تطلع التاني مالوش مكافئة لان انت مفروض تطلع الاول لان هو النادي الاهلي عودك على كده بالظبط طيب وانت بتلعب تحت 16 سنة امتى لعبت تحت 18 سنة مع كابتن عواضين انا حضرتك لعبت اول سنة مع الكابتن سايس اه وبعدين لعبت كان سنة كم سنة لعبت تاني سنة مع الكابتن عمرا بول مجد انت خدت المدربين كلهم انا كان يعني ربنا فضله علي كبير اوي ان انا اتعلمت على ايد الناس لا ما كلهم تربويين كمان مع بالظبط اه اه فخدت يعني حضرتك لما تاخد من كل مدرب افضل ما عنده بقى طبعا دي بتثقلك في فترة الناشئين دي يعني بيبقى لها تأثير بالغ قبل ما توصل للدرجة الاولى انك تعدي على مدربين من هذا الطراز طيب انت اه مع الدكتور عمر ايوه تحت الستاشر سنة برضو اه لعبت سنة طب وكابت سايس كابتن سايس خلاص بقى خلص ستاشر سنة وباصل بيحصل تبديل تجديد في كل اه اه في الاجهزة فلعبت مع كابتن عمر عمرا بول مجد كمان سنة وبعدين خلصت السنتين ستاشر اتنقلت خدت فيهم بطولات كلها خدمة اه اربع سنين اللان لعبتهم الحمدلله حق انا بطولة الجمهورية سايسة ماشي اه فطلعت لكابتن عواضين كان 18 سنة اه ودي كانت نقطة من النقطة الفريقة في مسيرتي يعني ارنوبي نعم انا كنت في ساعتها في سنوية عامة مم وبعدين اختياري سنوية عامة ولا ألعب كورة ألعب كورة ها وانت عارف حضرتك النادي الاهلي اه تمرينه كتير في الاسبوع فكنا بنتمرن ست مرات في الاسبوع بس وجودك في النادي الاهلي ممكن يسهلك حاجات كتير قوي ها بس سنوية عامة هيسهلك خلاص بقى مش عشيشك ولا هيعملك هايسهل لي انها ممكن لو عاوز دروسي يجيب لك مدرسين علولي والنادي الاهلي يعني لا في الحالة دير بالنادي الاهلي بيهتم بيها يعني مؤسسة تربوية قبل ما يكون رياضي نعم فهما بيهتم بالناشئين بتقوه في كافة المجالات بس المشكلة اللي كان عندك فتون صفا الوقت مش عارب بقى تواظب بين الكورة وبين الدراسة الوقت انا مش عاوز اروح لمدرس عشاء ما هو انا عاوز وقت اذكر فيه بس اه ما هو الدرس ده رايح جاي هياخد مني وقت ووقت التمانين عندكو كمان كان مرة الساعة واحدة الساعة ثلاثة بزبت ساعة خمسة بزبت مكانش منتزمة عشان الملعب اللي هو كان بتاع النادي الاهلي نعم نعم اه وكان عليه طبعا كل الاحمال كل الفرق كلها بزبت بزبت فهو انا جيت في الوقت ده يعني اه قعدت في البيت قعدت اه قعدت في البيت ما روحت في النادي كان سنك كم سنة ساعتك؟ 18 سنة 18 سنة اخواتي قالوا لي اه اه بسم الله ما شاء الله انا ليه اخواتك كبير مني اه كانوا 2 فهندسة و8 فطب فانت ما مش حاسب اقلي منه فقالوا لي يعني اختيارك اه عاوز تبقى زينا اهلا وسهلا عاوز تاخد حظك وفرصتك وتشوف انما محدش منعك وانت ما روحت النادي لقيت على 16 سنة وقالوا لك لاي الدراسة الاول وكلم شاء الله شكرا شكرا شكرا